خلونا نرجع نكمل الكلام حول القمة أو قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المنعقدة في بروكسل زي ما طبعا حضراتكم عارفين فخامة الرئيس يشارك في هذه القمة أيضا على مائدتها المستديرة وكان له في المائدة المستديرة كلمة أيضا أو طرحه خلونا نقرأ مع بعض البيان بالمناسبة كما صدر رسميا ترأس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم المائدة المستديرة حول تغير المناخ والتي انعقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل وقد أكد السيد الرئيس خلال المائدة المستديرة أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة في نوفمبر 2022 تمثله ظاهرة تغير المناخ مشيرا سيادته إلى أن مصر ستسعى إلى خروج القمة بالنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيف وذلك للبناء على النتائج الإيجابية للمؤتمر السابق في جلاسجو ولتحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلي ومؤكدا في هذا الإطار أهمية دعم القارة الإفريقية لمواجهة هذه الأزمة بما في ذلك عبر توفير تمويل المناخ الميسر والذي يعد حجر الزاوية للجهود القائمة في هذا الإطار كما شدد السيد الرئيس على أهمية دعم التحول العادل للطاقة في القارة الإفريقية في إطار جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول الأخضر مشيرا سيادته في هذا الصدد إلى أهمية المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة التي أطلقها سيادته نيابة عن القارة الإفريقية في عشرين خمستاشر كإطار فعال لحجد الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة فضلا عن ضرورة حجد التمويل اللازم لتنفيذ العدد الكبير من مشروعات الربط الكهربائي التي توافقت الدول الإفريقية بشأنها ضمن قائمة مشروعات برنامج تنمية البنية التحتية القارية وأضاف المتحدث الرسمي أن المائدة المستديرة شهدت حوارا مفتوحا بشأن جهود تعزيز الشراكة بين أوروبا وإفريقيا في إطار عمل المناخ الدولي حيث تم التوافق بشأن أهمية تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لبلورة رؤية مشتركة لمواجهة تحدي تغير المناخ وصولا إلى قمة شرم الشيخ نهاية العام الجاري طبعا كده بينتهي البيان بس زي ما حضراتكم بالتأكيد لاحظتم أنه الكلام كان بمنتهى التركيز على التغيرات المناخية وأهمية ده بالنسبة للعالم بشكل عام وأيضا بالنسبة لإفريقيا بشكل خاص ودعم مصر المستمر للواقع الإفريقي وللتحديات أو مواجهة التحديات في إفريقيا